طيب نشوف بقى عشان الأهلي حاجة تانية كلمة الدكتور إيهاب كامل العضو المنتدى لشركة أنا بس المتعقدة مع النادي الآلي على هذه الخدمة الطبية المهمة نشوف إيقونة والرمز مش بس للنادي الأهلي هو الرمز للرياضة المصرية الرمز للعطاء والعمل والاجتهاد النادي الأهلي على دين الكابتن الخطيب في مكانة تانية خالص غير أي حاجة تانية إدام أنشوهت في 2019 إدام لسه شركة جديدة بس إحنا عندنا كبيرة إحنا شايفين أن الخدمات الطبية حق زي ما لأستاذ شريف ودي حقيقة هي حق غير قابل للجدال وغير قابل أن يتم المقيدة عليه ماينفعش واحد ياخد خدمة طبية تبقى أقل من اللي هو يستحقها أو يستهلها لمجرد أنه ما يقدرش يدفع تمانها الخدمة الطبية المفروضة أنها تبقى متوفرة لكل الناس متوفرة لكل الناس حتى لو ما عندهمش القدرة أنهم ما يدفعوا المبلغ الكبير طب مين أكتر حد ممكن يفكر في الناس ممكن يفكر في أعضاءه بصراحة ما فيش غير الأهلي الأهلي أول نادي مصري يقدم الخدمات الطبية أو يسهل الحصول على كل الخدمات الطبية لكل أعضاءه ما فيش حد تاني يعملها ما فيش حد تاني يفكر في الأعضاء بالشكل ده ما فيش حد يحاول يوفر كل جهد عشان يوصل بكل خدمة يساعد أو يسند العضو بتاعه في أي حاجة يحتاجها غير النادي الأهلي النادي الأهلي كبير وإحنا متأكدين أن إيدام مع الأهلي هتنجح أكتر وهتوصل أكتر إحنا عايزين نوصل الخدمة لكل الناس عشان نوصل لخدمة لكل الناس بوابتنا هو الأهلي الأهلي هو البوابة الميكة أعظم 70 مليون دلوقتي أو 80 مليون مشجع مصري للنادي الأهلي ولا ممكن يبقى مبيت مليون كمان أنا بشكر الكابتن الخطيب وبشكر أعضاء النادي الأهلي وبشكر مجلس إدارة النادي الأهلي إنه سمح لنا إن إحنا نوفر الخدمات الطبية من أول إنك إنت ما تبقاش محتاج إن إنت تكشف برقم 500 جنيه و600 جنيه عند دكتور لأ إيدام شبكتها دلوقتي بنتكلم في 160 مستشفى بنتكلم في أزياد من 1300 طبيب أنا هنا بتكلم داخل القائرة الكبرى أظن 500 أو 600 معمل تحليل زيهم صيدليات ما يقترب من 150 مركز أشعة اللي أنا عايز أقوله إن ما فيش حد هيحتاج خدمة طبية من أي نوع ومش هيلاقينا سبورتينج ومش هيلاقينا معاه أو هيلاقي الخدمة الطبية دي بعيدة عن متناول إيده ما فيش حد هيحتاج إنه يوصل لعميل أو يوصل لدكتور أو يحتاج إنه هو يعمل أي نوع من أنواع الفحص الطبي ومش هيلاقينا جنبه مساعدين بالرأي الفني أو داعمين بالتكلفة الملائية خلال 2022 إيدام احتفلت إنها وصلت لرقم إحنا بنعتبره جيد مقارنة بغيرنا من الأعضاء مع النادي الأهلي أنا متأكد إن إحنا هنبقى غير أي حد تاني أعضاء النادي الأهلي أنا ما أعتقد إنهم 300 ألف أسرة فإحنا بنتكلم في رقم كبير أو هياخد خدمة الرعاية الصحية من إيدام خدمة الخدمات الطبية اللي إحنا نقدمها من إيدام إيدام في السنة الجديدة بتستهدف الوصول إلى 2.5 مليون مشترك وإن شاء الله هنوصلهم سريعا في السنة الجديدة المنظومة الصحية اللي إحنا بنقدمها من خدمات نويين نتوسع فيها وإن شاء الله هتبقى منظومة رقمية من أول إن أنت تحجز عند الدكتور لغاية أن تدفع عنده تبقى عندك سجلات طبية متصلة من مقدم خدمة لمقدم خدمة ما تحتاجش تمشي بالورق في إيدك محتاج تسهيلات ما معاكش دلوقتي الكشف الطبي ما معاكش دلوقتي التحليل بس أنت محتاجها إيدام دلوقتي هتسندك أنت مش محتاج أن أنت تحس بالخطر أنت محتاج تحس بالأمان وكعضو نادي أهلي اهتم أول حاجة أنه يحسس كل أعضاءه بالأمان ما فيش دلوقتي لأي عضو من أعضاء النادي الأهلي حاجة اسمها خدمة طبية وما معهوش تمانها أو خدمة طبية ومش متوفرة لأعضاءه إيدام في السنة الجديدة بنحتفل إحنا معنا دكتور النادش من مستشفى ويست دورتموند إن شاء الله في السنة الجديدة مع بداية يناير إحنا هيبقى عندنا أول براينش لنا انترناشنال عشان نقدر نوفر حلول مختلفة والمقدمين الخدمة كمان هيبقى فيه خلينا نسميها نوع من أنواع التوأمة ما بين المستشفىات برا والمستشفىات جوة مصر عشان نساعد على ارتفاع الكواليتي وتطوير سواء مستوى الطبيب أو مقدم الخدمة الطبية في مصر أو المرضى لو محتاجين خدمات زيادة محتاج عملية والعملية متطورة ليه أمش عارف أعمل إيه إنت هنا إيدام معاك بتسندك برا كمان إيدام معاك بتسندك وظن المستشفى ويست دورتموند هي أول مستشفى منضم لنا في الشبكة في ألمانيا ختاما أنا مش هستطول عليكم حابب بس أقول أن أنا برحب بعضاء النادي الأهلي داخل شبكتنا وأتمنى إن شاء الله أن نكون عند حسن ظنكو وعند حسن الكابتن الخطيب اللي أنا سعيد شخصيا على المستشفى الشخصي بلقائي به أهلا وسهلا بيكو معنا وبتمنى إن إيدام تبقى من ضمن البيت الكبير وساعدين إن إحنا نضمينا للكيان وأنا شاكر جدا لك وشاكل لك يا كابتن محمود طيب الكلمة دي مهمة جدا 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 طبعا بعد يعني لما يكون شركة كبيرة زي شركة إيدام هكذا تنظر إلى النادي الأهلي إنه ما فيش أكبر من هذا الكيان يقدر وصلك للسوق وتتعاون معاه في شركة عققية وأيضا يعد أن تكون هذه الخدمات ممتدة من شبكة هائلة كما شرحها داخل مصر إحنا شايفين عدد الفروع جماعة في كل حاجة حاجة جبارة جدا يعني ما فيش حد مش هليه حاجة جنب منطقته الخدمة اللي هو عايزة أيضا الشركات اللي هتتعمل خارج مصر مع كيانات كبرى بر مصر يعني لقدر الله لو حد حاجة عايز حاجة بر مصر حيتمتع بهذه الخدمات فعندما يقول هذا المسؤول عن النادي الأهلي وعن طبعا إشادته بكابت الخطيب تكرار لما هو مكرر وهو يعني خلاص الكل يرى في هذا الرجل أنه محدش بيفكر في صالح أعضاؤه كما يفعل نادي الأهلي ورئيس النادي الأهلي ما فيش أكثر من كده كلمة تتقال ولكن أيضا عندما يرى أن الشركات بتكبر مع النادي الأهلي هذا الرد شوف بقى ده في مجال التعاون المباشر ما بجال ما بقى لك بقى فيه الرعايات عقود الرعايات بس عشان ناس اللي لسه بتجادل وعمالة تفاصل وعمالة تناقش أمور بتتعبها هي وأستاذ إبراهيم أنا خايف الناس دي تكون فاهمة بس لو اعترفت هتتعب آه يعني أسهل حاجة أنها تظل عايش حالة الإنكار لأنه هو ده اللي يخليها قادرة على أنها تستمر بطريقتها دي لأنه لو فهمت هتتعب هتتعب جداً أو هتتعب لو اعترفوا بالحقيقة لو شافوا الحقيقة و واعترفوا بها هم عارفين وبيجادلوها لكن هو هيتعبوا ليه؟ مش هيتعبوا نفسياً هيتعبوا عشان يصلحوا من مواقفهم أنها لحقوا ويأخدوا بالأسباب أقرب الأسهل يأخدوا بالأسباب الأسهل إنكر وأقول أصلي أنا ما بترقاش عشان أنا مش منافق وأنا مش قريب المدير ومش مطبل والكلام ده يريحك وتنام وحلو قوي وغيرك عمل يترقى وتعلى إنه بيأخد كورسات وبيأخد دراسات وبيكتهد في عمله وانت شايفه أن أحسن حاجة أصله قريب المدير رايح نفسك وعيش حالة الإنكار ولكن الأهل يعيش حالة الواقع اللي ده حلم للآخرين